هذا ما كان يفترض أن يأوي مهندا وعروسه بعد زواجهما ها هو في لحظة واحدة يتحول إلى ركام إلى بقايا إسمنت وحديد بعد أن هددت سلطات الاحتلال بهدمه وفرض تكاليف الهدم الباهضة على أصحابه مهندا احكي لنا شو اللي صار معك أنا اللي صار معي أني بنيت الدار وانا كل دا اتجاوز فيها حينما جهزت الدار وبدأ حط العافش فيها رفضت سلطات الاحتلال تأجيل أوامر الهدم إلى ما بعد زواج أختي مهند لكن العائلة رفضت تأجيل زواج ابنتها وقررت إقامة حفل العرس في خيمة نصبت هنا بالضبط بجوار هدم بيتي مهند مهند كيف كان العرس مبارح؟ حلو انبسطنا وبهيبك المسجين بدأت تأجل كنا لا تأجليش خليني مبسطين ومناش كل العالم أنه صار معنا هيك وفيش هيك وكملنا فيها الحمد لله الحفلة هي قصة تتكرر في القدس والرسالة واضحة سلطات الاحتلال تقول هي تريد إفراغ القدس من سكانها والمقدسيون يقولون هم يهدمون ونحن نبني إمان جبور قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر شكرا